طيب بالمناسبة برضو كابتن بدر بنون ناس كتيرة اتكلمت على بدر بنون في الفترة اللي فاتت كان فيه اجتهادات كتيرة وفيه كلام ورغي كتير جدا لكن حقيقة قلب بدر بنون ايه؟ بدر بنون اصيب بكورونا مرتين هذه الاصابة من توابعها ثابت نوع من الالتهاب على عضلة القلب وهنا انا بقول لكم كلام طبي التهاب على عضلة القلب مش ضعف في عضلة القلب وده حاجة زي الالتهاب الرئوي بالضبط لكن رخم شوية ويحتاج للراحة ملوش علاج اللي للراحة الراحة يحتاج فترة طويلة جدا تقريبا هيغيب بدر عن الملاعب مش اقل من شهرين الفترة دي بيعمل من قانن لاخر اشعات هو كان خضع لاشعة في الكاميرون التشخيص اللي حصل من الدكتور طبيب الجهاز الطب المغربي توافق مع نفس التشخيص الدكتور احمد ابو عابلة هنا فتم الاستقرار على ان الحالة هي هي التهاب في عضلة القلب تستوجب الراحة التامة بدر حبي يفضل موجود مع زميله لعب المنتخب المغربي في الكاميرون برغم خروجه من قائمة البطولة لكن هو مبسوط من اجواء البطولة كانوا استبعدوه وحطوا اشرف بن شرق مكانه بتحتاج لقصرتك تحتاج انك تبقى فوص لناسك اه بيحب الاهلي لكن مؤكد هو بيتكلم اللغة دي وبيسمع الكلام ده واجواء كاس الأمم ومبسوط مع زميله فخلاص الكابتن سادعب حفيز بالتواصل معاه تم التفاع على انه هيفضل موجود في الفترة دي لانه ما بيتمرنش طبعا ما بيبزلش اي موجود فقط هو خضع للراحة لكن ان شاء الله تعالى بحسب تأكدات الأطباء وتأكدات الدكتور أحمد أبو عبلا انه ان شاء الله هيتعافى منها مش زي ما الناس هولت لكن بشرط انه يحصل بدر على الراحة الكافية لإزالة هذا الالتهاب على عضلة القلب وبإذن الله تعالى بعد شهرين يرجع بدر بنون بكل قوة وقلبه يكون سليم ان شاء الله بدر بنون بهذه الحالة يتأكد غيابه عن الاهلي في كأس العالم للأمدين هذا حاجة غريبة جدا وغضة جدا جدا يعني إصابات عجيبة بتلاحق نجومك وفي أماكن شديدة الحساسية زي ما يكون هي ناقصة يعني حتى انت ما بتيجي بتلعب في كأس الربطة رجع لك صلاح محسن من إصابة وعمل ماتش بدر في آخر دقيقة في المباراة تتجدد الإصابة ويحتاج شهرين تانين يعني مش معقول اللي بيحصل ده هنشوف بعض الفيديوهات عن بدر بنون الحياة أو لا هنشوفها بعدين في سنة الحالة لكنه صراح محسن اللي حدك أشرت إليه هو كان بيعاني برضو من إصابة فوقف مشت الرجل وصيب في المباراة اللي لعبها مع الجونة بشرخ الجهاز الطبي أو الدكتور أحمد أبو عبلا فضل إنه يعمله تثبيت للشرخ بتاع مشت الرجل بالمصامير علشان ما ترجعش تاني عمله هذه العملية عملية التثبيت هيحتاج تقريباً لآخر حوالي شهرين يرجع بعد يوم بالملاعب بعد شهرين ثلاثة وده بيعقدنا الناس بيستغراب وموسماني مش بيشرك مجموعة من الناس اللي يجب إعدادها قال لكم فعوله ياخد قرارات إزاي يعني هو طبعاً التجربة ماشية بنجاح إنه ممكن يحتاج عنصر أو اثنين أو ثلاثة من العناصر العمال بيدعمها ومن قطاع النشئين يعوض بعض الغيابات دي زائد الغيابات المحتملة أنت دلوقتي يعني أنت ما عندكش لعبها من الجزائر يعني حتى الفرق اللي خرجت ما عندكش لعبها من الجزائر يعني آه اللي إحنا مستغربين من خروج الجزائر طبعاً كانت مرشح الأول منتخب مصر كده أي واجهة كود دفار يوم الأربعة إن شاء الله فاللعيبة يعني إحنا نتمنى مصر توصل لأبعض نقطة وكل التوفيق لنجومنا المحترفين هو مين؟ مش بقى العلي معلول وديانج وديانج طيب بنا